قبل أسبوع على الاستفتاء المصيري للمملكة المتحدة حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي وزير الخزينة جورج أوسبون حذر يوم الأربعاء مؤيدي الخروج من أن الوصول لأهدافهم سيثيء لاقتصاد البلاد التي ستحتاج لموازنة طارئة وأضاف أنه مع هذه الموازنة ستتخذ تدابير تقشفية جديدة من بينها رفع الضرائب والحد من الإنفاق الحكومي في المقابل 57 نائبا عن الحزب المحافظ أعلنوا أنهم سيواجهون اقتراح أوسبون في وضع ميزانية طريقة وفق آخر استطلاع للرأي قامت به صحيفة جاردين فأن مؤيدي الخروج من الاتحاد يتقدمون بست نقاط على مؤيدي البقاء فيه